طيب الأخبار تقول بأنه اقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك نحن وبالنسبة لنا الباحة مثل المسجد أيضا كلمة الباحات حقيقة نحن لا نريد أن نستخدم هذه الكلمة ولكنها واقعية يعني المسجد الأقصى المبارك هو كل ما دار حوله الصور أنا أتمنى على إخوة يعرضوا لنا صورة المسجد الأقصى المبارك هو كل ما دار حوله الصور وفي المسجد الأقصى يوجد أماكن مسقوفة كقبة الصخرة والمسجد القبل الجامع والأروقة الشمالية والشرقية ومسجد الرحمة والمصلى المرواني ولكن المسجد الأقصى فيه مناطق أكثر مناطق مكشوفة والصلاة في المناطق المكشوفة كالصلاة في المناطق المسقوفة واقتحام إتمار بن غفير لأي قطعة من المسجد الأقصى المبارك كدخوله حتى عند المنبر والمحراب فالمسجد الأقصى أنت حين تصلي في أي بقعة منه أنت تنال الأجر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث 250 مرة وفي أحاديث 500 مرة وفي أحاديث ألف مرة والأحاديث كلها صحيحة فلعله هو حسب وضع المسجد الأقصى المبارك وحسب الخطورة التي يتعرض لها المصلي في المسجد الأقصى المبارك التي أنا أعلنها من بركم أقول أن المرابطين في هذه الأيام في المسجد الأقصى المبارك ليسوا مرابطين فقط بل هم مرابطين ومجاهدين وغزاة لأنهم يقابلون للعدو يعني المرابط يكفيه أن يحرس حدود دولة المسلمين ويحمي بيضة الإسلام فكيف إذا كان يقابل العدو في كل يوم يفتش ويأخذ منه هويته وكما نرى في المسجد الأقصى المبارك يتعرضوا أحيانا لإطلاق نار والرصاص المطاطي ويتعرضوا لفقع العيون وحدثت جروح كثيرة جدا في المسجد الأقصى المبارك وسالت دماء زكية في المسجد الأقصى المبارك ما زالت أثارها يذهب أصحابها يتفقدون أثار الدماء التي سالت على حجارة المسجد الأقصى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر